لأي حال هنروح لموضوع آخر وزي ما احنا بتعودين دايما في سبار خيريا ومصر بيكون في فقرة مخصصة لأطفالنا وسلوكيات أطفالنا دايما الأطفال مختلفين في شخصياتهم وفتبعهم عن بعض في بعض الأطفال بتكون أطفال طيعة وبتكون تسمع الكلام في أطفال تانية بيكون عندهم مشكلة العند يعني العند بيكون صعب جدا خاصة الأمهات بتواجه المشكلة دي المشكلة في التعامل مع الطفل العنيد إزاي تقدر تقوم هذا السلوك إزاي تتعامل بطريقة تربوية سليمة تناسب طبيعة الطفل بدون ما تؤثر بسلبة على شخصية هذا الطفل هل العند أصلا دي حاجة قائسة ولا حاجة وحشة إزاي نتعامل معها تفاصيل كتير جدا هرفع النهاردة من دكتور نور أسامة للتشاري تعديل السلوك دكتور نور صباح الخير عليكم نورنا في صباح الخير مصر صباح الخير عليك ربنا خليك بما أنك بقى كنت قاد معي وأنا بقى قرأت تعليقات شايف رأيك إيه جواز عن حب والسلوات أحسن؟ أنا شايف الاتنين الحب العائل اللي أنا أحب بقلبي وفكر بعائلي يعني اللي لازم الاتنين يتوفر عشان يتاكول في الآخر اللي يبقى يكون جواز يعني يكون سعيد ويكون عقلين أنا مقتنع عشان أنا ممكن أحب من غير ما أفكر وممكن أفكر من غير ما أحب فالاتنين الاكول بتاعهم مش يبقى صحيح اللي هو أصلا باب ينعكس على الأطفال بعد كده اللي احنا نتكلم عليهم تريد بعد كده طيب العند خلينا نقول صفة حميدة ولا صفة مكروهة يعني هل الطفل ممكن نسمح أنه يكون فيه في شخصيته شوية عند ولا لا خالص لازم أول ما أشوفه أحس أن ابني فيه سنة عند أكثرها طيب حلو قوي الكلمة دي صفة فيه فارق بين السلوك والشخصية السلوك هو في بعض الأوقات بجرب السلوك العند وانت قلت من شوية كنت بتكلم مع بعض فتقول لي هو فيه جزء منه مكتسب آه حقيقي ممكن يكون فيه جزء مكتسب جنايا لنا واخده من بابا أو ماما صحيح ده ممكن وفيه جزء تاني على عامل البيئي التاريخ التربية ده مؤسرة وفيه العامل التالت العامل بيولوجي لنا مثلا أنا كنت على رض الصدمة فأصلت شخصيتي بس تعالين نتكلم عن أول اتنين الممكن يكون موروس والمكتسب من البيئة أنا ممكن أغير أي حاجة موروسة من خلال أسلوب التربية فهو بيكون صفر ولازم تحصل مع كل الأطفال عشان كده بسميها في الأول العند المؤقت البيبي يعني سنتين ونص يبدأ يمشي لوحده يبدأ يتكلم شوية يبدأ يحس بقى أنا لها كيان حب استقلال وعايز أرد الكبر فأنا ببدأ أقول بقى لا عايب كده إزاي؟ فطريقة التعامل في السن ده أو طريقة التعامل مع الصفة دي قد تصل أو تغيرها من هي صفة العند المؤقت الصحي إلى العند الدايم طب تالي أسباب؟ أه طبعا عني أسباب يعني مثلا في بعض الشخصيات وعلى فكرة اتباعا على حسب الشخصية يعني ممكن بعد كده ممكن تبقى شخصية قوية أو شخصية جريئة أو ممكن أقول الخجولة شوية دولة التعامل غير بقى إيه اللي تثقى بالنفس شوية؟ أو الشخصيات المتوضع ليه؟ ما بحبش بقى طول التعاملات أنا عايز أحجم ابني وعايز أعلمه فدايما قوم هات كذا أعمل كذا الأمر سيغة الأمر سيغة الأمر قوم 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 اعمل كذا أعمل كذا والأوامر المتتالية بتبدأ تحول على العند المؤقت الصحي إلى العند الدايم كان فيه يونسكو من كام سنة عملوا تجربة يعني عملوا عينات بحث في مصر اكتشفوا أن 87% من الأطفال من سن واحد سنة لحد 14 سنة بتعرضوا للإزاء البدني الضرب قصة شديدة كم في المية؟ معلش؟ 87% بتعرضوا للإزاء البدني 7% في 80% دي نسبة تبيرة جداً من سن سنة 14 سنة حين عندنا 12 سنة أكتر من 80 أو 85% من القيم بتكون اكتملت لأ ده فيه كمان إيه بقى 91% من الأطفال ومن سنة لحد 14 سنة بيتعرضوا للإزاء النفسي فيه طبعاً جزء تقنمر اللي أنا ممكن أقوله كأبا أو أم أنت بتفهمش حاجة أو الصيقة دي على أساس اللي أنا بقى يعني مش بمضح بس بقى بهزب سلوكه قادر مني اللي ده يخليه كويس بس ده وده بيؤدي في حاجة إلى الإسقاط النفسي أو النشوز الدفاعي ده بيكون حتى ساعات فيه في صيغ تزار يعني بيهزروا مثلاً مع صحابهم أو قريبهم ومما قاعدين فزي ما حدريك قلت تنمر هم فهمين نحن كده بنهزر لا مش بنهزر يعني أعتقد شفنا طفل الداي أو حاجة أحرجته خلاص ممكن نتوقف عنها أو نصلحها حتى قدام الناس مرة تانية أو التهديد على فكرة ده بنسبلي برضو من الكلمة التهديد لو عملت كذا أنا أقول العيلة أنا أقول خلو أنا أقول كذا فكرة التهديد المستمر أو العكس بقى التدليل الزايد طبعاً ليه بقى الرضغ ليه طلباته الشوكوراته غلط أوضاء غلط فابدأ بزن بزن بعيد بأي شكل أو ببتزه عطفياً فأنا بطراجح في قراري فبيبدأ يكرر السلوك فكرة الغيرة الأخ الكبير هو فاهم كل حاجة أو الصغير ما عشت صغير فبيعمل كل حاجة فلا بقى خلق لأ أنتوا متحبونيش فبيحس أن المطقة الأمان أو حاجة اسمع منطقة الهابي كوميس المطقة الأمان في التربية اللي خاصة بعد كده بالنمو الفكري والمو بدني بتبدأ بتأثر فبتبدأ عايز يعمل نوع من أنواع لفة الانتباه من خلال عند أو اختلاف التعامل بابا وماما بابا مثلاً بيجي بالليل فبيدلل وماما عشان يعاد طول النهار فعايز أتربي طبعاً الاتنين نفسهم إنهم يطلع كويس بس كل أحي بيتعامل بطريقة ففي الآخر أنا مش بوصل أنا بعرف عد سلوكه على عقاب الجازم عمل كذا مش بقوله مثلاً أنت عملتها غلط فأيان مثلاً وقق حاجة فأقوله اللي أنت عملته غلط فبعد كده إزاي تمسك يعني كان فيه طبيب مشهور أو طبيب أطفال كان بيقوله أنا صغير أنا ثلاثة تخصص ده عشان زمان كان فيه ززا كان في جوها لبن وعلى الأرض ففتكرت ما ما تضربني جات ساعدتني اللي إحنا نلم اللبن وهي شارية الإزاز وبعد كده تعلمتني الفرق إن أمسك حاجة إزاز وحاجة بلاستيك وإيه الفرق بين ده ده اتغيرت كتير جداً فكرة التعامل المباشر إزاي بعد كده المرة تانية لو قررتها بابدأ على عقاب العاطفي أنا متضاقة منك بتتكلم معك نصف ساعة أو ساعة اللي بعدها فيه عقاب مادي أنا بزعق نبرة صوتي عالية عيني بتاع بمبرقة هو خاف مني فبيبدأ ممكن نعمل حاجة لو على حسب الشخصية ممكن نعملها بعد كده من مراي خوفاً مني أو ممكن نعملها كنوع من أنواع العين عشاني تعملت أصلاً غلط معي ده بالنسبة للعين المكتسب مضبوط مكتسب من التربية بتاعتنا بالضبط طيب النوع التاني النوع التاني الدايم اللي أنا التصميمي العيني هو أنا بقول لأ من أجل كل شي عشان أنا من الشخصيات القوية أو الشخصات الجريئة فلازم نتفاهم يعني لازم دايماً تديني اختيارات تحب ده ولا ده ولا ده فأنا دايماً في الأسلوب ده بعاوم الكلام ماما أنا من فضلك عايزة أقعد قدام التلفزيون لا مش هتقعد بقعد بقى عاوم طب بقعد شوية فالأسلوب الأسلوب بتاع تعاوم الكلام لازم أحط ورقة مهام محددة للشخصيات اللي بتكون عنيدة وده دايماً اختيارات يعني فكرة لأ أو آ أو الجمل السامة هو كده وخلاص انت لسه ما كبرتش عارف أنت مثلاً عمل حاجة غلط قدام الناس فأبدأ بقى برقله الكلام أو الجمل السامة اللي احنا ممكن نلهاله هي بتزود دركة العند لو أنا بقى أنا فكرة لأ دي طب ليه لأ هو لأ وخلاص فأنا بزود العند وفي الآخر هنوصل لتعاوم الكلام وفي الآخر هنوصل لو أمش يعمل حاجة بتاعتي وممكن يوصل تحصيل الدراسي يبدأ يقل أو يحاول أنه هو يدايق يعني صحاح لي طبعاً حضرتك لا يقفت وملكة مدينة طبعاً أو حتى أنه هو يبقى يعني بيعمل ده عشان يدايقني يعني مش عشان أي حاجة بس أنت قلت إيه لا طب هدايقك ومش مش كهي هتعمل إيه هتزعقلي أنا متعود تزعقلي هتعاقبني أنا متعود تعاقبني هتعمل إيه اللي هيحصل زيادة مزبوط ده ده الجانب برده ده حقيقة أنا عايز أقولك ممكن توصل لكذب لكذب جذب الانتباه يعني أنا بعمل كده عشان تعرفي إن أنا عملت كده أنا وقعت حاجة أنا وقعت حاجة أنا ممكن أجذب لكذب الانتباه أنت أجذبت فببدأ ببتز بابا أو ماما عطفياً علشان نوع من أنواع النشوز أنت مزعتلي طب أنا مش عمل ده ده من الشخصياتي اللي بتوقعها قوي اللي ممكن تبدأ تتكلم بدري قبل العمر بتاعها جمل مثلاً من كلمة أو كلمتين من بدري تبدأ يبقى عندها الكريزمة فببدأ لأ أنا عايز أقومها أنا كلمش أقومها أنا كده بزود درجة العند اللي ممكن يوصل بعد كده قبل دخول مراحلة المراقع حاجة اسمها التمرد السلبي لأنه بلاقي دايماً ممكن يرد على بابا ممكن يرد ممكن يوصل مدي إيد الحاجات دي كلها البداية بتاعتها كان غلط من بداية لأنا ما عملتش الجسر اللي هو أبدأ أدير ورقة المهام وأبدأ أديره اختيارات يعني مثلاً بتبدأ حاجاته الصغيرة بتاعت المذاكرة أنا مش أزاكر ده أزاكره غصباً عنك بدل ما أفكر أنا أبدأ أحط الحوافز المسلاً لو أنزاكر أنت بتحبش العربي طب خلاص نحطه في النص مثلاً ونحط حاجة بتحبها في الأول طب لو عملت ده هناخد بريك في النص وبعد كده هديك الهداية الفرانية براني على سكورشيت أو براني على ورقة المهام لحاجات اللي عملتها دي فتاخد مكافأة أنا مش أزاكر طب أنت هتزاكر هنا وأنا أقعد جنبك أقرأ يعني يا محافظات قبل فكرة ما هتزاكر أو زي ما قلنا صيغة الأوامر طيب أنا دلوقتي أم وشايفها في ابني ونهو عنيد إمتى أبقى أنا متخيلة أو متفهمة فكرة أنه لا أحنا لسه في المرحلة أو الحدود المقبولة أو هنا أنا لازم يعني ألجأ لشخص المتخصص يقدر يساعدني في الحالة دي طيب هي بتبدأ من مرحلة كي جي وان لما ببدأ أحس أن الموضوع بدأ التعاملات بدأ يبقى فيها مش مجادلات لا بقى فيها لا وبقى فيها نوع من أنواق البجاحة أو الزعيق أنا مش أعمل ده وبدأ يأثر حتى على المدرسة يعني الشخصية اللي بتاعتنا العامة اللي هي بتاعت المدرسة وبتاعت الأريب أنا بحاول أتجمل قدامهم وشخصية خاصة اللي جوة البيت دي لي بتباني فيها الشخصية الحقيقة بتاعتنا لما تبدأ لبرا النادي أو المدرسة يبدأ يشتكوا أنه هو بدأ ما يسمعش الكلام وبدأ يسوف من الكلام وبدأ يجادل أنا كده لا أنا كده عندي مشكلة أنا كده عندي مشكلة عشان الموضوع تحول من السلوك على عند المؤقت اللي عنده دايم اللي يأثر بعد كده على مصابة تحصيل الدراسة بتاعه وبيأثر بعد كده على البيهيفيا بتاعه فأنا كده ساعتها لازم أقف عشان ممكن توصل للمبطل غضب يعني الطفل اللي عنيت أنا وانت يعني دايماً بقولي لا يعني هنعمل الموقف ولازم دايماً التأكيد عليه مايفعش أتراجع في القرار بتاعي ده غلط يبقى ده غلط بس طبعاً تدريجياً لما فهمه إزاي المحالة تالي لما يغلط ببدأ زي ما قلت لك العقاب المعنوي الأول بعد قلع العقاب المادي بعد كده بدي له أعباء إضافية لو كل ده نفذ مني لا ببدأ بقى التعامل معاه بيكون مختلف شوية طيب لو ده حصل في المدرسة وبدأ التحصيل الدراسي لا الموضوع بيقل ولأ من أجل لا لازم ببدأ أغير بقى سلوب التعامل لازم أقدم له أكتر شوية اختيارات وأبدأ أقدم له مكافئات أكتر من فكة العقاب علشان ممكن يوصل النوبات الغضب يعني ممكن ليه بقولك في السن ده عشان بتبدأ النوبات الغضب بالدرجة أولى أو لحد الدرجة الثالثة اللي هي إيه يخبطها في الأرض يرمي الحاجة ويكسرها خاصة تعمل إيه هدو رابيني هو بدأ يتعود على الإزاء النفسي أو الإزاء البدني فبدأ الموضوع يوصل عنده للإسقاط النفسي بشكل كبير فممكن حتى يزي إخواته به الكذب الانتقامي هو كذب هو عمل كذا هو ما عملش أصلا كذا الغيرة ممكن تحول إلى إزاء فلما وصلتش حاجة حتى ممكن ساعتها حلم الأبوين أنا عايزك تعمل كذا هو في السن ده ما عرفش الفرق بين الخالي والواقع فهو شايف اللي أنت بتئزيه هو مش شايف اللي أنت بتعمليه دي حاجة لمصلحته فلازم في الوقت ده قد أتدخر عشان ما توصلش الموضوع إلى اللومات الغضب اللي ممكن يبدأ يئزي فيها نفسه وفي نفس التوقيت البيهيفور بدأ يبقى أسوأ وبدأ التحصيل الدراسي بأسوأ وفي بعض الحالات الأطفال العنيدة اللي في سن الكلام اللي هي بقى أنا بتكلم على الشخصيات الموروصة بيمنع نفسه عن الكلام يعني قول بابا بابا فلما يدي أقول بابا مش أتكلم وبيتأخروا في النطق وبيبدأ يجنى فلندي أشوف هل في حاجة اسمها لسان مربوط في حاجة في الجميل أنفية هل في حاجة مثلا عنده صعبات هل عنده مشكلة في الكلام هل في تاريخ مثلا مرضي لو فيش أي حاج خالص يطلع هو مش عايز يتكلم عشان هو بيعنيت في البيت طيب في حد برضو ممكن يقول طيب هو أنا لما أتعامل بالشكل ده مع ابني وهو شخصية عنيه ده ممكن أن هو يستغل بقى الموضوع ده لو ما عملت ليش كده أنا هعند معك طيب وهنا برضو الوضع يعني إمتى أحدد لا أنا بقى كمان لازم أخد موقف وده مش هيحصل وإمتى أحاول زي ما حضرتك قلت كده أحاول أهدي الدنيا أحاول ألم الأمور أحاول أتعامل معي يعني أحاول أرضي عشان أعرف أفتح حتى باب للنقاش معي أو قادر أو صله طيب في حاجات محددة قوي معينة قوي اللي هو الاعتدال نحن بنعمل يدي ده بمعنى اللي أنت غلطان اللي أنت عملته اللي أنا دايما بقعد أعمل فوكس على السلوك اللي أنت عملته غلط أنت مش وحش يعني دايما حتى في العقاب أنا بحبك فلما بيجي اعتزلي وده جزء من عند أنا بسامحه طب أنا بسامحه حاجة والعقاب حاجة تانية فدي مشكلة كبيرة جداً عندنا جاب كبيرة يوي فالاعتدال يعني ولا لازم تزعى وتضرب وتعمل كل ده وكل ده غلط ولا لازم تدلل ولا لازم تتراجع في القرار بس أنت حط ورقة مهامي أنا دايما بقول إيه الطفل العنيب بيجي روح مثلاً فيه خواعد كده معانا بروح مول فأنا لازم أجيب ده وأجيب ده أيها أنت غلط أنا كأب وأم غلط أني أنا ما عامش ورقة خواعد يعني مثلاً اللي عند عاد أخبط أسف الأرض في المول عشان تجيبوا لي ده فأجيب ده فبعرف أن ده نوع من أنواع الابتزاز اللي بعرف أبتز في غباء أو ما بيه طب ما هو عنده حق برضه كطفل طب فأنا عامل إيه ورقة القواعد ورقة القواعد دي مصاحبة أنا بقول رشوة الرشوة دي عبارة عن هجيبك شوكرة مثلاً لو أنت عملت كذا بقى كل حاجة مقتنى بحاجة مصاحبة ده من صح هبقول اللي هي مثلاً حاجات قصيرة المدى النهاردة حاجات بسيطة ومقالش علاقة بالسكريات طبعاً وحاجات طويلة المدى آخر أسبوع بناء على درجات أو استرات على حسب سنه وعمل كام سنة فبدأ أحفزه لو عملت ده عامل لك ده وبديله القصة الاستباقية بقى لأ نروح تلمول إحنا رايح دلوقتي أنا قابل خاله هنعض أرجوك ما تعملش قاوة ما تعملش كذا بديله الحاجات طب لو عملتش ده أنا أخذ مكافئة النهاردة هنروح مكالين فالين هنعمل كذا طب لو عمل أنا مضطرية أخذه وانسحب لازم يعرف اللي أنت أخوى منه بدأ من أنت تعملتيه خلص ما فيش إذاء نفسي وفيش إذاء بدني خلص أنا اتفققت معاك إن أنا دي دك القواعد أني مشي عليه لو عملتها ديك مكافئة طب لو عملتهاش لأ هبدأ عقبك بأن أنا هنسح أسحبك من مكان ده يعني لو عمل كده في مول وخبطه في الأرض وسحبته وروحنا أو عمل كده عند تيتا ومنعته روح تيتا أسبوع هيفكر مليون مرة قبل ما يعمل حركة تانية طيب لو أنت جبت له حاجة ده متدليل طب لو قصت عليه زعت له الدم من الناس وضربته قلص هيبدأ أما ده هو شخصية عني ده هيبدأ أنه من عنوان نشوز الدفاع فيبدأ إيديك أكتر طب ما نمش أين فيبدأ الليبل بتاع العين دي يزيد ففكرة إن أنا حط ورقة قواعد يعني قبل ما عقبه على حاجة أفهمه لأول القواعد عشان حتى يبقى هو فاهم أنا عملت ده إيه غلط وعملت ده إيه صح يبقى هو عنده خلفية حتى هو عمل إيه مزبوط كده زي مثلا لما بقوله ما تعملش كذا فروح يعمل حاجة اللي هو عرف إيه بالدائن ودي غلطة كبيرة أنا فيش حاجة بالدائن يعني يرمي حاجات في الأرض عشان ما عقبته طب العقاب بقى وعد أزع تاني في يرمي حاجة تانية فالليفل بتاع الاحترام اللي بين الطفل وبين الأب والأم بيبدأ يقل تدريجان وده من الصحة طبعا أنا بقى لو بقى ده عمل العقاب ده على طول العقاب المعناوي مش أكلم معاه لمدة نص ساعة كل ما يرمي لمدة ساعة لحد ما يجي أنا آسف وأنا قابل أعتذارك بس أحط الحاجة بعد ما حط الحاجة ببدأ أحكي له قصة في الخيال أنا زمين كنت أعمل كذا بس كنت بسمع كلام بابا وبحط له حاجة هو يمكن بيحبها زي بابا اللي هو البرمجة اللغوية ساعة بتاعته اللي هو القدوة بتاعته كان بيعمل كذا بس كان بيسمع الكلام فببدأ أحكي له القصص هو مش هيسمع غير القصص والفيديوهات التوعوية أو أنا أحكي له حاجات القدوة فيبدأ يقتدي بيها مش الزعي مش الإزايا النفس أقول بقى ده صحيح يعني زي ما حضرتك قلت دكتور فلو في الآخر لازم يكون في قواعد للطفل موجودة عشان يبقى هو عارف حتى إزاي يعني زي في الملكة الاسترشادات أو الإرشادات اللي يبقى على أساسها عارف إذا كان هو بياخد هدية على إيه أو بنقوله شكرا على إيه أو بنكافؤ على إيه أو حتى بيتعاقب على إيه بقى فاهم لكن ما ينفعش أول غلطة أطلع فيه على طول أكيد همش هيبقى فاهم أساساً وإيه اللي حصل زي حضرتك قلت ثانياً إحنا برضو أعتقد الأسر أو الأولياء الأمور هم مراية لولادهم فيه ناس بتقعد دايماً تتفاخر بأس أصلنا عنيد أصلنا عنيدة ويشوف عند بين بابا ومامته فبيكتسب برضو هذا السلوك ودي نقطة تانية فيعني إحنا مش هل نتطرق لحتة قوي التربية الحديثة ويمكن المصطلح ده اللي بدأ سبعه كتير لكن هو لازم نتفهم أولادنا واحد من تكلم عن تربية هي تربية لازم نتفهم أولادنا خاصة دلوقتي وظل الانفتاح الموجود وتواصل المعاقع التواصل الاجتماعي وا 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 فأعني أنا بشكرك طبعاً جزيز شكراً أتمنى أنه يمكن أولياء الأمور اللي سمونا دلوقتي يستفيدوا طبعاً من إرشادات حضرتك ونصائح حضرتك أشكراً جزيز شكراً دكتور نور أسامة استشاري تعديل السلوك نور تلف 17 كلياً مصر نورك ربني خليك شكراً